الكرز قد يشكل علاجاً ناجعاً لمرض السكري أنتم تعلمون اليوم أن هذا المرض يفتك بالكثيرين كان يفتك بكبار السن اليوم حتى بالشباب وصغار السن يصيبهم مرض السكري دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية يتوقع العلماء أن تصبح فاكهة الكرز وحدة من وسائل علاج الداء السكري فالمادة السكرية وأنواع الكعك المصنوعة من تلك الفاكهة تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تحرض على إفراز الأنسولين الذي يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم وبالتالي هناك مواد تدعى أنتوسيانين تتواجد بصورة طبيعية في الكرز وهي التي تمنحه ذاك اللون الأحمر اللامع إذن هذه المادة مهمة جدا لعلاج السكري حسب دراسة نشرت في مجلة Journal of Agricultural and Food Chemistry فإن الفواكه التي تحوي على تلك المواد الكيميائية يمكن أن تلعب دورا في خفض نسبة حدوث الأمراض القلبية أيضا وهذا ينطبق على مريض السكري وأكد هذا البحث أيضا باحثون في جامعة ميشيغان الذين عمدوا إلى عزل مجموعة من الأنتوسيانين من فاكهة الكرز واختبارها على خلايا بنكرياسية مفرزة للإنسولين عزلت من أحد القوارض وكانت النتيجة أن ارتفع مستوى إفراز الأنسولين في تلك الخلايا بمعدل خمسين بالمئة عندما تم تطبيق هذه التجربة عليها سبحان الله يعني انظروا أيها الأحبة هذه الفاكهة سخرها الله لنا قال تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله يعني انظروا سخر لنا هذه الفاكهة مثل الكرز وغيره لفائدتنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء أرجو أو أأمل أن يستفيد أحبتي من هذه الطريقة الجديدة في العلاج بتناول حبات من هذا الكرز كل يوم أو كل فترة وسيكون فيها الفائدة والنفع إن شاء الله